مرحبا موضوعنا اليوم سيكون عن علامة اللودلاين أي علامة الشحن بالعربية والتي يطلق عليها كذلك بليمسول مارك نسبة إلى سامويل بليمسول بدأت رحلة تطبيق العلامة على السفن منذ عام 1860 وبعد ازدياد حالات الغرق بسبب الحمولات الزائدة وجشع الملاك حيث أنها استمرت منذ ذلك التاريخ المطالبات حتى عام 1966 عندما تم اعتماد معاهدة International Convention on Loadlines 1966 والتي أجبرت السفن على اتباع قوانينها وحتى يتم فهم الحاجة من علامة الشحن دعونا نتخيل سفينة بدون علامة الشحن كما هو واضح من الصورة فإن هناك مسافة بين الووترلاين وسطح السفينة وهو ما يسمى الفريبورد وهي تمثل مسافة آمان في حالة وقوع حادث أدى إلى دخول الماء داخل السفينة كما سيتم ذكره بعد قليل الآن عند تحميل بضائع إضافية فإن مسافة الأمان ستختفي كهما هو واضح مما يعرض السفينة للخطر لنفهم طبيعة الخطر جيدا دعونا مثلا أن نتخيل حدوث تصادم على أحد أجناب السفينة أدى إلى عطب والذي بدوره سيؤدي إلى دخول الماء إلى بدن السفينة وبدخول الماء إلى السفينة يعني وزن إضافي والذي سيؤدي إلى غرق السفينة لانعدام مسافة الأمان أو الفريبورد من هنا جاءت الحاجة إلى وجود حد قانوني لعدم شحن أي أوزان إضافية تؤدي إلى خطر الغرق فكانت حلامة الشحن أو بليمسول مارك وهي المرجع الرئيسي لحد الووترلاين في الموانئ المختلفة حول العالم وحيث أن كثافة المياه غير متساوية فنجد أن علامة الشحن تحتوي على عدة خطوط وهي ومثال على ذلك فنجد أن المركب الموجودة في فصل الشتاء في المياه المالحة أو مياه البحر تكون عند علامة وينتر كذلك الأمر عندما تكون في فصل الصيف وعندما تكون في مياه عذبة فتشحن عند خط الأف وختاما تجدر الإشارة أنها تعتبر علامة لحد الشحن وتختلف عن علامة الغاطس المبينة بالأرقام كما هم وموضح في الصورة وختاما تجدر الإشارة إلى أن علامة الشحن باختلاف قياساتها لا تعني مضائع أكثر فعلى سبيل المثال فإنه عند انتقال السفينة من ماء مالح والذي كثافته النسبية ألف وخمس وعشرين فإنه عند انتقال نفس السفينة بنفس الأوزان إلى ماء عذب فريش ووتر والذي كثافته النسبية ألف فإن السفينة سوف تنغمر إلى العلامة أف والعكس صحيح أي أن الماء هو الذي أصبح أخف أما وزن السفينة فهو ثابت ومن المؤكد أن جميع ملاك البضائع والسفن وتحت ظل الاتفاقية يسعون إلى الشحن القانوني الكامل للاستفادة من عقود النقل حيث أن الاتفاقية وجدت لضمان سلامة السفن دون إلحاق الضرر في التجارة العالمية والقائمين عليها وبناء على ما سبق تجدر الإشارة إلى فهم مصطلحين رئيسيين لحساب حد خط الماء أو الواتر لاين وهما فريش ووتر علاونز ويرمز له FWA ودوك ووتر علاونز ويرمز له DWA ولفهم المصطلحين أعلى دعونا نستذكر ما شرحناه سابقا حيث اتفقنا على أنه لو كانت المركب في مياه عذبة فإنها ستصل للحد F أما لو كانت في مياه بحر فإنها ستصل للحد S أما لو كانت غير ذلك ستصل للحد ما بينهما حيث يطلق على المياه ذات الكثافة ما بين 1024 إلى 1001 مصطلح دوك ووتر أو بما معناه المياه المخلوطة وعليه تكون المسافة بين الخط S إلى الخط F تمثل الفريش ووتر علاونز بينما تمثل المسافة بين الخط S إلى أي مكان تحت الخط F إلى دوك ووتر علاونز وهي عبارة عن سماحية قانونية للسفن للوصول لها حيث أنها عندما تخرج للمحيق فإنها حتما ستعود للخط S خاص بناء عليه فيكون تعريف الفريش ووتر علاونز أنه هو عبارة عن عدد المليمترات التي يتغيرها متوسط غاطس السفينة عند عبورها من ماء مالح إلى ماء عذب والعكس صحيح في حين أن تعريف الدكوتر اللاونس أنه هو عبارة عن عدد المليمترات التي يتغيرها متوسط غاطس السفينة عند عبورها من ماء مالح إلى ماء مخلوط والعكس صحيح قبل أن نتعلم كيفية حساب الغاطس القانوني هناك أمر أخير يجب شرحه ونصت عليه الاتفاقية حيث قامت الاتفاقية بتقسيم المراكب حول العالم إلى قسمين Type A Ships و Type B Ships وتحمل المراكب Type A المواصفات التالية واحد تعتبر هي مخصصة لحمل المواد السائلة فقط كما أنها تمتلك فتحات عنابر صغيرة اثنين تمتلك منعية عالية ضد دخول الماء في الأسطح المكشوفة ثلاث تمتلك نفاذية قليلة ضد الماء داخل عنابر الشهن أي سفينة لا تحمل مواصفات Type A فهي تعتبر Type B حسب الاتفاقية ومن الواضح من المواصفات في Type A Ships أنها تصف ناقلات النفط حيث أنها مخصصة لعلاق للمواد السائلة وتمتلك فتحات عنابر صغيرة وهنا تمتلك مناعية عالية حيث أنها لها قدرة تصريف عالية إضافة لفتحات عنابرها الصغيرة والمواصفة الثالثة المذكورة في الاتفاقية بما يخص النفاذية العالية داخل عنابر الشهن حيث أنه لو حصل هناك حادث وأصبح هناك عطب في جنب السفينة فإن مياه البحر لن تدخل لاختلاف الكثافة ولنشرح ذلك بشكل أوضح هنا صورة لتايب A وتايب B شيبس تايب A زي ما اتفقنا أنه هو عبارة عن وصف للتانكر شيبس وتايب B هو أي شيء غير التانكر شيبس أو أي شيء غير المواد السائلة وعلى هذا الأساس إن صار هناك أي عطب في جنب السفينة بسبب حادث أو أي أن يكن بسبب كثافة البضائع الموجودة داخل تايب A شيبس نفترض هناك زيوت أو بيزل أويل أو أي أن يكن بسبب الكثافة وحيث أن ماء البحر لا يختلط بسبب الكثافة مع هذه السوائل راح يكون باختصار أن السائل اللي داخل هذا العنبر إما أن يخرج خارج السفينة أو يدخل الماء البحر في الداخل فاختلاف الكثافات سيمنع من وجود أوزان زائدة في تايب A شيبس لكن بالعكس في تايب B شيبس على سبيل المثال لو أخذنا سفن تحمل حبوب أو أي نوع من أنواع الغير سائل على سبيل المثال فإن ماء البحر باختصار سيدخل إلى داخل العنبر وهذا ما نسميه نفاذية عالية هنا نفاذية قليلة هنا نفاذية عالية الآن سنتعلم كيف نرسم علامة الشحن دائما علامة الشحن نبدأ فيها من رمز الدائرة الرئيسية تابعنا من رمز الدائرة بنرسم الخط المنصف للدائرة بعد الخط المنصف للدائرة يتم رسم الخط العامودي لوضع علامات الشحن أول خط يتم رسمه اللي هو بكون بالاستقامة مع الخط المنصف للدائرة اللي هو علامة السمر لودلاين بعدها بتم رسم باقي الخطوط الخاصة في علامة اللودلاين مثل ما بلشنا فيها هون السمر تروبيكل وينتر واتلانتك وبعد هيكا بنكمل الرسم عندي الفرش وتروبيكل فرش بعد هيكا بكون في عندنا باقي القياسات أول قياس بكون عندنا طبعا قياس الدائرة نفسها اللي هو 300 مليمتر ولي بكون على امتداد علامة الدكلان واللي هي بنفس المقاس وعندي مقاس الخط الخارجي المنصف للدائرة اللي بكون 450 مليمتر وهو رقم مساعد برضو لاستذكار الرقم الآخر اللي هو المسافة ما بين الدائرة وما بين الخط العمودي اللي هو 540 مليمتر وقانون عام لجميع علامة أو جميع خطوط علامات اللودلاين يكون الثكنس بين أو الثكنس لجميع الخطوط الموجودة جميعها بتكون بتساوي 25 مليمتر ممكن نرمزلها بالرمز التالي 25 مليمتر لجميع الخطوط الموجودة في علامة الشحن من الشغلات المهمة اللي لازم برضو نذكرها انه المسافة ما بين السمر والتروبيكل هي مسافة اكس مثل المسافة بين السمر والمنتر هي المسافة اكس وان شاء الله في الفيديو القادم رح يكون في عنا اللودلاين كالكوليشن حيتم حساب جميع هذه القيم لانه لكل سفينة قيمها الخاصة التي يتم حساب فيها اين يجب ان تكون علامة الشحن على جنب السفينة بالاضافة القيم الرقمية لهذه الرموز لا يكفي ان يكون للمركب علامة سمر لودلاين لازم اكون على دراي كم قيمته بالارقام حسب الغاطس زي ما ذكرنا في بداية الفيديو على سبيل المثال المركب القديم كانت 6.6 متر وكل مركب لها السمر لودلاين الخاص فيها وتحياتي لكم جميعا اشتركوا في القناة